من وجه كلمة من القلب الخديجة أسد مني غلوجها الكلمة قلت ليها من القلب النبضات دياله هو منتية وشكراً على كل ما عمنتي معي بتنشكر الناس اللي عزوني واللي عزوا الأسرة دياله واللي واسعوني أي حاجة كدير خادرية بدني أكتعجبني يا سلام إنسان كيبغي ولاده كيبغي الأسرة دياله كيبغي المهنة دياله أكتر من لازم ولكن الصحة هي أهم حاجة دي أكبر نعمة في الاعتقاد دياله ما بكشي لأخوة غير شكلي لحال شي قامية كتش ريازوينة على موت كتدوز وموت أو كتحييضة كتصوب عويناتك عالتني كي الدموضاء ولا كتصوبني بالنسبة للعيالات دي مسألة مثلاً مضم خالي جاي لقات لك بغيت ندير عمليات جميلة هتشجحها ولا غتقلها لنا زي ما كيف كان عرفه أنا هي موحال تفكر فاضي أخير حاجة يمكن موحال كيف كان عرفه أنا منضمش منضم كتقلبه على الراحة تعيته هو الانسان منصر مبعد السنين دي العمال وكتشي من علاش تيخصوا شفية صغيرة تعزيزة هو شوية وصف شوية وصف شوية ضرررررررحة وعادة يعني أنا وخديشة زي ما نسكت يتعجبنا الطبيعة أكتر ثم في الجو ديالي أنا كبرت من الدرس صغير مع الوالدين كنا دائما نتنعيشوا شوية وسطها طبيعة طبيعة وسطها وبنسبة لذيكورد المنزل كنا شكوا أنه 90% مودغن حديث أه ماذا تقول لي هذا خطيار ديالك أو ديال مدام خديجة لا لا ديال خديجة حديث دارش نجد أنا يعني في الشتخنة بزيف ديالتابلو طبعاً يعني العبانتور يعني عندي لوحات هنا ديال مجموعة ديال بأصدقاء تين لوحات مثلاً اللي أعطان بأصدقاء من كندا كين مثلاً هدان هبولي كينسي عبدالقادر العرج اللي عمل لوحة خاصة في الجو ديال مسراح كينسي السنوسي يعني مجموعة ديال أصدقاء والإنسان بخصوص ساعة ساعي كي قال هذا كي خدر عويناتهم حدود هاد النهار معيسي أنا اللي محضود باستقبالكم ما رأيك؟ طبيب النفس طبيعية اللي كتدروا الدرسة كي يدير كمشي عند الطريب السنين هولي كتدروا شي حاجة في الجيل دياله كمشي عند الطريب الجيل أكيد واللي يجي توني ديبريسيون طبيعية غدي شي عند طبيعية طبيعية طبع الله سبحان الله غير لي كي بغي عمارة في الفنانة القاديرة الكبيرة خديجة أسد والزوج دياله نفقوا الأموال الطائلة على هاد الفيلا هادي وصغبوها بالتوق دياله وكان شوفوا سعد الله الراقي بالأفكار دياله واحد الشخصية اللي ما غديتتعاوجش كيفاش كيقدر مراته وكيفاش كيحترمه وكيصرح بهاتشي علنا وكيعبر على مدد الحب دياله ليله ومن الهناية كان عارفه السبب اللي جعله أنها تحزن عليه بزات حتى صبقاته فالحب اللي كان ما بيناتهم كان حب كبير وقوي الوحد درجة كبيرة لدرجة أنها ما قدرتش تعيش بلا بيه وكيف لا وأنه رافيق الدرب دياله والتوأم دياله الروح دياله كانت منه ومن الله سبحانه وتعالى يتغمضهم بالرحمة دياله ويتبتهم عند السؤال ويلاقيهم يا ربي في الجنة كنشكركم على الاستماء أعزائي المشاهدين والسلام عليكم